مهذبون ولكنهم لا يبتسمون ولا يضحكون كما قال اجدادنا للرغيف الساخن. انطوائيون ولا يحبون الغربة. يمشون في الشوارع فيتركون مسافة عشرة امتار بين بعضهم. يحتاجون للمهاجرين خوفا من الانقراض. لكنها ليست وجهة مفضلة للكثيرين. هي واحدة من اقل الدول الاوروبية شهرة واكثرها خضرة. تشكل الغابات اكثر من نصف مساحتها. وحوالي عشرين بالمئة من نساحتها تعتبر محمية طبيعية. وفيها اكبر شلال في القارة العجوز. لذا فهي من الوجهات السياحية المفضلة في العالم. للبلد الذي يعرف باسم ام المطربين او الامة الغنائية. فتكاد لا تجد شخصا واحدا لم يغني في جوقة في مرحلة ما خلال حياته. البلد الذي يحلم بوتن باستعادة السيطرة عليه. لكن قبل ان نبدأ لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. تقع لاتفيا شمال شرق اوروبا ووسط الدول البلطيق الثلاث. يعتقد انها تملك اقدم علم وطني في العالم لا يزال مستخدما. استخدم لاول مرة في الفترة الممتدة ما بين الف ومائة وثمانين الى الف وثلاثمائة وثلاثة واربعين. تم تغيير العالم اثناء احتلال المانيا والاتحاد السوفيتي خلال القرن العشرين. ولكن اعيد وضعه في عام الف وتسعمائة وتسعين. اي قبل نحو ثمانية عشر شهرا من الاعتراف الرسمي بلاتفيا كدولة مستقلة عن الاتحاد السوفيتي. وبعد استقلالها حصلت البلاد على عضوية الامم المتحدة. وفي عام الفين واربعة تم قبولها في منظمة حلف شمال الاطلسي الناتو. والاتحاد الاوروبي. امة النساء. ريغا عاصمة لطفيا. اكبر مدينة في الدول البلطيق. وتوصف احيانا بباريس الشمال. تبلغ مساحتها اربعة وستين الفا وخمسمائة وتسعة وثمانين كيلو مترا مربعا. يعيش فيها ما يقرب من واحد من كل ثلاثة من سكان البلاد. البالغ عددهم مليونين سما. شهدت المدينة ابادة دموية خلال الحربين العالميتين. فقد قتل ما يقدر بنحو اثنى عشر ونصف بالمئة من سكان لطفيا خلال الحرب العالمية الثانية. وهي اعلى نسبة في اي دولة اوروبية باستثناء بولندا وليتوانيا. وسجن ما يقدر بنحو مائتي الف شخص في معسكرات الاعتقال. كان في لطفيا عدد كبير من السكان اليهود. يقدر باكثر من تسعين الف في ثلاثينيات القرن الماضي. قبل الاحتلال السوفيتي في عام الف وتسعمائة واربعين كانت العرقية اللاتيفية تشكل ثلاثة اربع سكان. واليوم لا يشكلنا سوى حوالي ثلاثة اخماس. اما الروس فيشكلنا حوالي الربع. وهناك مجموعات صغيرة من البلاروسيين والاوكرانيين والبولنديين. في اوائل التسعينيات واجهت البلاد مشكلة هددت وجودها. وهي شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد. التي لم تكن عالية بما يكفي لضمان استبدال السكان. كانت لاتفيا لديها ادنى معدل مواليد في الدول البلطيق. بالاضافة الى احد ادنى متوسطات العمر المتوقع في كل اوروبا. لذلك بذلت الحكومة جهودا حثيثة لزيادة النسبة المئوية للسكان الذين يتألفون من عرقية لاتفية من خلال تشجيعهم على تكوين اسر اكبر. وفي المقابل وضع الضوابط مشددة على الهجرة. لكن الخطة لم تنجح بما فيه الكفاية. واصبحوا اكثر طوائية حتى على انفسهم. واصبح لديهم اعلى نسبة من الاناث الى الذكور في اي دولة اوروبية. في عام الفين وواحد وعشرين كان هناك خمسة وثمانون رجلا مقابل كل مئة امرأة. هذا يضع لاتفيا في المرتبة السادسة في العالم. من حيث النسبة الاناث الى الذكور. الصناعة والثروات. اذا كنت من محبي بناطيل الجنس فلابد ان تشكر رجلا لا تيفي اسمه جاكوب دابليو ديفيس. وهو خياط هاجر الى الولايات المتحدة وعمل فيها خلال القرن التاسع عشر. في الف وثمانمائة وسبعين جاءته احدى النساء وطلبت منه بانطالا قويا لزوجها الحطاب. فابتكر نموذجا من البناطيل ستدر صناعته اليوم عشرات مليارات الدولارات. في الجزء الاخير من القرن التاسع عشر بدأت لاتفيا رحلتها مع التصنيع. وبحلول اواخر القرن العشرين اصبحت الدولة الاكثر تصنيعا في دول البلطيق. حدثت تغيرات اقتصادية كبيرة بعد استقلال لاتفيا في عام الف وتسعمائة وواحد وتسعين. مثل الانتقال الى اقتصاد السوق الحر بالاضافة الى خسخصة معظم الصناعة. حل انتاج الاثاث والمواد الغذائية والمشروبات والمنسوجات محل بناء الالات وهندسة المعادن كانشطة التصنيع الرائدة. واصبح تصنيع المواد الكيميائية والمستحضرات الصيدلانية مهما في القرن الحادي والعشرين. وتمتلك البلاد مجموعة متنوعة من الثروات الباطنية. مثل الرملي والدولوميت والحجر الجيري والجبس والطين والجفت. ولديها كميات ضئيلة من النفط. تعتمد البلاد اعتمادا شبه كامل على مصادر الطاقة المستوردة. يتم توفير الطاقة الكهربائية بشكل اساسي من اسطونيا ولتوانيا. ويتم توفير المنتجات البترولية من قبل روسيا ولتوانيا. اما بالنسبة للزراعة فلا تستخدم لاتفيا سوى الثلث اراضيها لزراعة المحاصيل. وحوالي عشرها مخصص لرعاية الماشية. كانت لاتفيا مستوردا صافيا للمنتجات الزراعية. بعد انفصالها عن الاتحاد السوفيتي قامت بخسخصة الزراعة على امل رفع مستويات الانتاج. لكن نتيجة للصعوبات الاقتصادية للتكييف مع اقتصاد السوق وارتفاع تكلفة المعدات المطلوبة. لم تساهم الزراعة سوى بنسبة صغيرة فقط من الناتج المحلي الاجمالي. بلد السياحة والغابات. حوالي اربعة وخمسين بالمئة من لاتفيا عبارة عن غابات. مما يجعلها واحدة من اكثر البلدان خضرة في اوروبا. وبالتالي هي موطن لطيور اللقلق الاسود والنصور وثعالب الماء. وفيها تجمعات كبيرة من الغزلان والايائل والثعالب الحمر. حوالي عشرين بالمئة من مساحة لاتفيا محمية. هناك اربع حدائق وطنية واثنان واربعين متنزها طبيعيا. ومائتين وستين محمية طبيعية. وثلاثمائة وخمسة وخمسين معلما طبيعيا. ونظرا لان لاتفيا بلد بارد نسبيا. فان الصيف هو افضل وقت لزيارتها. وتجذب البلاد ايضا عددا كبيرا من السياح في فصل الخريف. لمشاهدة المناظر الطبيعية الرائعة. للاوراق الصفراء والحمراء. تعتبر البلاد ايضا غنية بالمباني التاريخية والجمال الطبيعي. ومع وجود اكثر من اثنى عشر الف نهر ليس من المستغرب ان تكون الشلالات جزءا هاما من المناظر الطبيعية. اهم تلك الشلالات هو شلال فينتا او فينتارابيد. اكبر شلال في اوروبا. يبلغ عرض هذا الشلال اكثر من مائتين واربعين مترا. ومن الاماكن التي يمكنك زيارتها مدينة جورمولا التي تمتلك شاطئا رائعا بطول اثنان وثلاثين كيلو متر. والذي يستقب الاف السياح في فصل الصيف. وتعتبر واحدة من اكثر الوجهات الشعبية للسياحة البحرية. وهناك ايضا مدينة التي تتميز بشواطئ فريدة وجمال طبيعي رائع وهياكل تاريخية. وهي مدينة ساحلية خالية من الجليد. ولا تتجمد حتى في الشتاء. وبسبب موانئها الخالية من الجليد تطورت التجارة في المدينة. واصبحت مدينة صناعية مهمة منذ الحقبة السوفيتية. واخيرا هناك مدينة سيغولدا التي تقع على نهر جاوجيا. على بعد حوالي ساعة واحدة من رياجا. ويشار اليها باسم سويسرا لاتفيا. واذا كنت من محبي رياضة هوكي الجليد لاتفيا هي المكان المناسب لزيارتها. لانها الرياضة الاكثر شعبية في البلاد. وتأتي كرة السلة كثاني اكثر الرياضات شعبية. اما لو كنت تتساءل عن ثقافة الطعام فالمطبخ اللاتيفي يتشابه الى حد كبير مع مطابخ الدول شمال اوروبا. وغالبا تتضمن الاطعمة المفضلة الاسماك واللحوم. ولعل اغرب تجربة قد تعيشها في البلاد وهي في الحقيقة تجذب عددا كبيرا من السياح. هي تجربة العيش في السجن العسكري السابق في بلدة كاراستا. ويمكن للضيوف اختيار تجربة السجين الكاملة. والتي تتضمن ضباطا يرتدون الزيار الرسمي والذين لن يفوتوا الفرصة للاساءة لفظيا الى المساجين. امة الطرب وشعبها الانطوائي. تقوم البنية الاجتماعية اللاتيفية على الاسرة. فهي النواة الاساسية للحياة. حتى في المناطق الحضرية من الشائع ان تعيش اجيال من الاسرة الممتدة معا في نفس الشقة. ومن غير المألوف الانتقال من المنطقة التي ولدت فيها. حتى اذا ذهب الشخص الى مكان اخر للعمل فانه يميل الى العودة الى المنزل لقضاء العطلات. وينظر الى كبار السن على انهم حكماء ويتم منحهم لاحترام. حيث يتوقع اللاتيفيون ان يتخذ الشخص مرتبة اعلى لمجرد ان عمره اكبر. وعلى الرغم من الود مع الاصدقاء المقربين والعائلة. الا ان الشعب اللاتيفي متحفظ ورسمي عند تعامله مع الغرباء. ولا يرتاحون لاجراء محادثة قصيرة. ليسوا سريعي لابتسام وسيكون غير الطبيعي ان تجد احدهم يبتسم في وجه شخص غريب. كما انهم لا يطرحون اسئلة شخصية. وقد لا يردون اذا تطفلت على خصوصيتهم. يتبادل اللاتيفيون الهدايا مع العائلة والاصدقاء المقربين لعيد الميلاد واعياد الميلاد والمناسبات الاخرى. ولا يجب ان تكون الهدايا باهظة الثمن. واذا تم الدعوتك الى منزل في لاتفيا يمكن ان تكون الهدية شوكولاتة او زهور. لكن تجنب ان تكون الزهور باعداد فردية. بسبب غزوها واحتلالها من قبل القوى المجاورة لجزء كبير من تاريخها. كان على لاتفيا ان تكافح للحفاظ على لغتها المتميزة والفولوكلوري والعادات. ادى فقدان البلاد لاستقلالها السياسي في القرن الثالث عشر الى توقف تطور الثقافة اللاتفية لعدة قرون. ولم يتمكنوا من الاحتفال بتراثهم الثقافي الا مع نهاية القرن التاسع عشر. اللغة الرسمية هي اللاتفية. ومع ذلك ما يقرب من ثلث السكان يتحدثون الروسية. تضاءل تأثير الدين على السكان بشكل كبير خلال الاحتلال الشيوعي. بسبب تعرضهم للمضايقة والتمييز. وبعد سقوط الشيوعية عاد الانتعاش الديني. حيث ينتمي غالبية السكان الى الكنيسة اللوثرية. ويعتبر حوالي ربع سكان لاتفيا انفسهم غير متدينين. ينسب اللاتفيون احيانا الى المذهب الطبيعي او ما يعرف بالمعتقدات الوثنية. وعلى الرغم من انه لم يعد يمارس كتدين الا ان التقليد يعيش في الاغاني والاساطير والمهرجانات الشعبية اللاتفية. كل بضع سنوات تجتمع جميع جوقات لاتفيا. بالاضافة الى مجموعات الرقص الشعبية معا في مهرجان الاغنية. هناك ثلاث عناصر اساسية لهذه الاغاني الشعبية. التقليد والادب والرمزية. اعترفت اليونيسكو بمهرجان للاغاني والرقص. باعتباره اكبر مهرجان للاغاني والرقص للهواة في العالم. ويقام هذا الحدث كل خمس سنوات منذ عام الف وثمانمائة وثلاثة وسبعين. ويستضيف اكثر من اربعين الف مشارك مع ما يقرب من خمس مائة الف من الحضور. فهل اعجبت كالاتفيا? وهل ترغب بزيارتها? اخبرنا عن اكثر معلومة صادمة عرفتها في هذا الفيديو. للمزيد شاهد من هنا بلاد المحرمات والتناقضات. روسيا واوكرانيا من جهة.